خلاص الصيف خلص، الأجهزة خلصت وخلاص عام دراسي جديد وحالة طوارئ في البيوت الاستعداد بقى للسابلايز زي ما نسمع دلوقتي المصطلح ده أو شراء مستلزمات المدارس التفكير في اللانش باكس، اللي فورم أو لبس المدرسة لكن بيفضل الاستعداد الأهم والأصعب هو زي نقدر نحن نعد الطفل نفسيا للمدرسة خاصة الأطفال اللي بيعانوا من اضطرابات سلوكية أو نفسية أو الأطفال حتى اللي نازليين واللي بيعانوا من طيف التوحد إزاي ممكن نعلم أولادنا حتى التعامل في حال وجود طفل عنده مشاكل نفسية إزاي هم كمان يعرفوا يتعاملوا معاه دي أسئلة كتير هنجاوب عنها مع دكتور نور أسامة عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة واستشاري النفسي وتعديل السلوك صباح الخير على حقيقي دكتور صباح الفل أنا ميكا دكتور ويمكن ناس كتير جدا بتبقى مش عارفة أن أولادها عندهم بعض المشاكل أو السلوكيات النفسية الخطيئة وابتكتشف ده في أول سنوات الدراسة تعليق حضرتك حقيقي إحنا بس من مشكلة أن إحنا مؤخرا آخر السنين في عياتنا بدأنا نحط الأطفال في حاجات مش مناسبة لسنهم بدل ما نعرف احتياجاتهم في المراحل مثلا زي الطفولة مبكرة لحد أربع سنين من سفر أربع سنين طفولة متوسطة من ستة لحد تمانية من تمانية لحد عشرة احتياجات كل مرحلة فإحنا بنتغافل في أول خمس سنين من حياته أن يعرف إيه احتياجاته احتياجاته دي تمية مهارات يعرف المجتمع اللي حواليه يبدأ المهارات اللغوية والحاصيل اللغوية أنه هو يندمج مع المجتمع أنه أنا أهيئه حتى لو يتعامل مع المجتمع بشوف إيه المظاهر أو إيه الحاجات اللي ممكن تحدث عليه زي عنده مثلا أعراض انعزالية انطوائية عنده سوق تغذية فأبدأ في إيه رأى كده فيه مشكلة أنا مش بتابعه أنا بسيبه للأسف قدام حاجات كتيرة جدا مختلفة مش رسم بيكونوا بس الموبايل أو أنا مش بتابعه بالشكل المهم أو الأكسريم تماما الحماية الزايدة أو بنسميها هيركوبتر يا بقى اللي أنا دايما باهتم بيه بعمله كل حاجة فيأما بسنع طفل اتكالي يا إما بسنع طفل عنده مشاكل سلوكية فأنا تغافلت عنها عشان أنا مش عارفة إيس مدى تقدم تنمية مهارته مع الوقت مع مروني الوقت بيبدأ يخش المدرسة فأنا صدمته الصدمة الأولينية صدمت المدرسة فأنا بقى أحظ أنا ما نميتش مهارته الأولينية فلو كان عنده صعوبات تعلم أنا في حتة كبيرة جدا قد زي ما بتحصل الأوقات أنت بتتدلع أنت مش عايز أنت بتكره المدرسة سواء ممكن عنده سليسكا أو تسجرافيا أو صعوبات حساب أو ممكن يكون عنده مشاكل في مقاش السمع الليفل التاني هو مهايبر فهتيفر قوي أنه يبقى هو هايبر اكتف أو هو إي دي إتش دي فالتصنيف الخطأ هتبقى مشكلة كبيرة جدا ابتدي بقى أكتشف ده مؤخرا وأديه الدكتور بعد ما مفروض أنا كنت عرف الكلام ده من البدر مصبوط فالاكتشاف المتأخر دي مشكلة ليه عشان لو هو كان عنده الترباط وجماعة الترباط دي سهل جدا من هو صغير قد يحدث حالة طلق فهو هيكون متأثر ممكن يكون فيه خلافات زوجيه كبيرة جدا قد يكون تعرض لأي نوع من أنواع العنف قد يكون تعرض لأي نوع من أنواع التنمر هو حزب غيرة هو فيه مقارنات مستمرة احنا بنقص عليه فحاجات دي كلها سهل جدا بنسميها الصدمة بسيطة والصدمة بسيطة مع الوقت بتبقى ليها ظواهر أنا برضو بتغفل عنها ده 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 صغير ده بينسى لا ده عادي موضوعها يعدي مروري كرام لحد ما باكتشف أن ابني أصبح شخصية عنيفة أو شخصية طوئية وبرضو بقول لا ده عادي لحد ما عمره الوقت قد يعني جيمس ده واحد أمريكي تحول لمجرم بعده 12 سنة واعتدى على 20 طالب زميله كانوا من أنواع الأسقاط وموتهم كان نفس الكلام على طوئية على العزلية الأهل تغفلوا تماما قال له ده طفل صغير ما فيش مشكلة خالص لحد ما تمي 12 سنة نجوز دفاعي بدأ يتلزز بالعنف من غير ما حد ياخد باله المشكلة أعرف يا دكتور أحيانا أنه فيه جزء من الناس يأم أحيانا بتبالغ في فكر تطبيق التربية الحديثة فبيبقى بفعل الطفل شخصية التكالية أو حتى جزء تاني بيبقى إحنا كلنا ما إحنا كلنا تربينا وتعرضنا للحاجات كتير وطلعنا كويسين وإحنا الحقيقة بنبقاش عارفين إحنا كويسين ولا لأ لغاية برضو ما بنتعامل أو بنجرب أو بنحط في مواقف مختلفة بنكتشف بقى إحنا فعلا عندنا حسب الصلابة النفسية كمان بتختلف من شخص لآخر فبداية كده حضرك بتنصح إنه مهم إنه أولياء الأمور يأخذوا أطفالهم لأي متخصص يقدر حتى يحدد نمط الشخصية شخصية الطفل اللي عنده ده حقيقة وأنا حريز أقول حاجة مهمة جدا هو إحنا ما ندرش نشخص حاجة يعني أنا مش بتكلم عن مثلا أوتيستيك شان أوتيستيك ده بيكون يا إما ظاهرتين يا إما يكون بيتكلم وعند ثلاثين ونص ثلاثة بدأ ما يتكلمش وبدأ يعمل إيماءات أو أصوات شخص شخص آلي مثلا أو فاقد الحضن مش عايز حد يحضنه أو ممكن الحضن عادي بس بيفقد الحصيل اللغوية بالنسبة لي وبيبدأ البيهيفور بتاعي يتغير أو هو أصلا ما بيتكلمش وبيزرع عليه الأيستيك لأنا باتكلم على الأطفال العاديين ما قدرش أقول مثلا عشان إحنا برضو ما نقلقش ما قدرش أقول ده ADHD قبل خمس سنين عشان إحنا منقسها إزاي قبل ما نامل حتى اختبار ADHD لازم نشوف لمدة 3 شهور كاملة هو بيعمل كده في البيت وبيعمل كده في المدرسة وبيعمل كده في النادي عشان في بعض الأطفال تستخدم الهايبر اكتف كنوع من أنواع الهروب عملوا في البيت فحبيبي إذا بهايبر فتسيبه ده من تلفزيون أو في الفصل بيضطرد فمسوط جدا أو فيه اهتمام زيادة فبيعملها هيبر اكتف كنوع من أنواع جذب الانتباه بس ده صعب على أولياء أمور يا دكتور أن هي تعرف تفرق من كل الباترينز دي أو الأمات دي مزبوط ده صح أنا قصدي ما نستعجلش قبل خمس سنين إحنا اللي علينا كأهل اللي إحنا بننمي مهاراته كلها ترمية مهارات في أول خمس سنين عشان لما ييجي يظهر حاجة عند خمس سنين لا أوديل حد متخصص أتأكد صعوبات تعلم بعض الأطفال ده ما يقول لازم ما يختبر لي عشان يتأكد عنده صعوبات ولا في بعض الأطفال ما عنده مش مشاكل في خاصة السمع بس يتملأ مش عارف هو مكسل عشان هو مش بتحامل المسئولية فهو مش عايق أو شخصات تكالية فهو مش عايز يبز المجهود بيعرف الحروب بالعكس النطق هو ما عنده مش مشاكل في الحصول الغوية هو عنده مشاكل اللي هو ينطق بقى ده مجهود زيادة ولاقي ماما ده جذب انتباه طب كل شوية كل ما منطقش ما هو بتاهتم بي أكتر عشان حبيبي غلبان وطيب فابدأ كنوع من أنواع الابتزاز فساعتها لازم ألجأ بس قبل خمس سنين لأ بدأ من الحاجات دي بتظهر مش تظهر إلا في ساعته المدرسة أنا كل الفكرة في الأول خمس سنين أنا بكون شخصيته يعني انت في الأمم المتحدة لما قالت حق الطفل في التعليم كانت بتقول أني لازم مشي التعليم يكون مجاني تمام بس تاني حاجة مهم جدا أن التعليم يشكل شخصية وسلوك الطفل غير كده الموضوع غير صحي تماما وده موجود عندنا؟ طبعا والنقطة التانية طب خلص أنا أول خمس سنين نميت مهاراته وديت الحاصيل اللغوية اللي هو عايزها ونميت منطقة أمين أو كونفرزون وقربت منه وأصبح شخصية سوية مش شرط تماما يكون شخصية جريئة أو قوية ممكن يكون شخصية خجولة والشخصية خجولة مش وصمة ومش حاجة وحش بس هو تحصيل درس كويس ومتفاعل واجتماعي بس مش بيروح يندمج مع المجتمع من أول وهلة ما فيش مشاكل خالص طيب دخلت بقى المدرسة بدأ يحصل عليه زوار غريبة رافض يروح المدرسة أو كان كويس في المدرسة بس هو بدأ يرفضها لازم أخد بيلي إن أنا أهيئه كويس لفترة دخول المدرسة التهيئة الأولانية دي أسهل تهيئة من أول البركي أو الحضنة بس المشكلة في الأطفال التي تم عليهم العنف المدرسة والعنف المدرسة مش شرط يكون ضرب لا ده فيه العنف النفسي العنف النفسي قد يكون من مدرس لي ومنطالب تاني لي وممكن تكون إيميات هو حاسس اللي هو في الفصل محدش بيحبه هو شخص مختلف فمحدش بيحبه في الفصل فبيبدأ بالنسباله بيبدأ السرطيني ودوة مين بيبدأ يقل له فبيبدأ يجيله ترومة أصلا من فكرة المدرسة وصدمة المدرسة وفيه العنف الرمزي الرمزي ده مش ملموس بس هي نظرات عين بقى شفقة نظرات عين تشخص أي إن كان اللي بيؤذي نفسيا يعني أي إن كان اللي بيؤثر فيه نفسيا إن كانت إيميات أو تنمبر من مدرس أو تنمبر من طلاب لأنه أحيانا على فكرة بجد بيقى فيه مشاعر نفسية بتوصل للطفل ومفيش حاجة ملموسة بس هو فيه حاجة أزيته نفسيا مزبوط فمهم جدا أنه أنا خليه عبر بأي شكل كان عن الجواء أو عن دائقه من غير ما أهون أو أستهين به الكاملية مهمة جدا أنه أنا مشاعره أنه أنا أي يعرف يعبر عنه دي أول خطوة وأنه أنا ماستهينش بمشاعره علشان يستهين بمشاعره أتلاقي ترومة بكل بساطة للطفل وقد تصل بعد كده للطرابات قلقة علشان هو مش قادر يعبر عن مشاعره علشان ما فيش جسر بيننا وفيه دائما نعقاب أو قسوة أو إهمال أو تهميش طيب دكتور نور بصفة حضرتك عضو المجلس القوم للطفولة والأمومة هل في أرقام معينة بتؤكد أو بتدلل على أن عندنا مشكلة كبيرة فيما تعلق على سبيل المثال بأحد هذه الظواهر في السين مبكرة يعني هل التواحد الظاهرة الأكبر إيه أكتر حاجة موجودة مرصودة من قبلكم طيب إذا إحنا فيه عنصر الشريك اللي هي وزارة الصحة هي المنوط لها اللي هي بتعمل الإحسائيات أو المرصد الطبي للمشاكل أو الأمراض النفسية بس إحنا كل دورنا بيكون وقاية بمعنى إيه وقاية يعني إحنا مثلا عندنا مبادرة دوي دوي دي مبادرة لتمكين فتاة إحنا بنعمل إيه؟ مرحلة تحصين ضد حيوي بندي البنات زي جزء من ميكروب فيعملوا أكسام مضدة بنديهم حقوقهم إيه حقوقي بنديهم نوع من أنواع كاركتر بيلدين إزاي لو تعرضت العنف أدافع النفسي إزاي أعرف فيه ورش حكاوي كتير جدا إزاي أبدأ عبر على مشاعري إزاي أعبر أقول إيه اللي حصل من خلال طرق طريقة المراية طريقة الكتابة طريقة الغنى إزاي أبدأ يبع عندي صلابة عقلية أو ثقة بالنفس بحيث أنه يواجه أي ترومة ممكن تجيلي دي مهم جدا عندنا بكرة بينا دي تمكن الطفل المصري ودي تطبق حليا على المناطق الحدودية فكرة المواطنة والولاء يبع عندي ثقة بنفسي وبنعمل ألعاب ليه علاقة ألعاب صغيرة ليه علاقة بتعزيز السلوكات الإيجابية كان هو من أنواع الوقاية الـ ADHD قلت إلي حتى أنه نسبته كبيرة أكيد أول أكبر ممكن أقول أ عشان إحنا دلوقتي عندنا هايبر أكتف الأطفال بسبب استخدام سوشيال ميديا فعندنا النسب الأكتر الـ هايبر أكتف بنيجي نصنف لحد وقتنا هذا مفيش إحصائيات طلعت بنسب الأطفال اللي عندهم ADHD عشان إحنا اللي نساف هو اللي بيساعد فيه هذه الإحصائيات بس إحنا عندنا نسب كتير جدا من الأطفال الشكاوي اللي بتيجي نقص تركيز وتشتت انتباه وهايبر أكتف ولو ما كانش ADHD بيبعندنا مشكلة كبيرة تانية اللي هو كده كده ما إحنا عندنا الـ نقص تركيز ونشاط زايد ومرحلة تانية هاي الصعبة الحركات تلاقي إراضية اللي ممكن يبدأ يزي بها نفسه وممكن يبدأ يزي بها الآخرين زي زي بيلاقي مثلا حركات متهورة هو بيجي له إرر في رشالة المخ في لحظة من اللحظات فتلاقي مثلا بيعمل حركات متهورة مشي على صورة بلكونة مسك سكينة بيبدأ يجرب حاجات في لحظة من اللحظات خطر جدا فهو في المرحلة دي الوحيدة اللي لازم ياخد دواء عشان يبدأ يهاديه شوية بعد كده بتبدأ تعالج الخلل اللي حصل في المخ طيب دكتور حضر لك من شوية قلتلنا أنه الخمس سنين أول خمس سنين هم مهمين جدا وأول خمس سنين هي بتبقى برعا تنمية مهارات إحنا للأسف عندنا مشكلة كبيرة جدا أن دايما الأمهات بتقارن الأطفال وبعض حين فيه طفله بيتكلم بدري طفله بيتكلم متأخر ولكن الطفل بيتكلم متأخر بيبقى عنده مهارة أخرى وهكذا خلينا حتى خلينا نقول للأسر حتى البسيطة ولكل الناس حاجات كده لغاية خمس سنين مهارات أي أن كانت زي زيادة عند طفل أو أقل عند طفل مش مشكلة بس تكون موجودة لغاية سنة خمس سنين هنا إحنا في زي ما نقول في المنطقة الأمنة لغاية سنة لخمس سنين الحاجات دي موجودة إحنا طفلنا تمام ما فيش أي مشكلة ما فيش حاجات أقلنا طيب إحنا مهم جدا من أول ستة شهور مثلا إحنا ستة شهور أول متين ستة شهور مفود بعمله أي حركات مفود بيبدأ عينه يروح رأي حاجية الصوت لما أقوله يبدأ يسمعه حتى من قريب بس فكرة إن أنا صوتي هو من سمعه إحنا كده لازم نتاجه لطبيب عشان كده إحنا نشكين في أكتر من حاجة عشان هو مش مركز أصلا معي وقد يكون مقاس السمع فيه عنده مشكلة ده ستة شهور آه ستة شهور لازم يكون عنده تأذر بصري معايا لازم يكون عنده تأذر حسي يمسكته فيبدأ يمسك إيدك ده تأذر حسي طيب بعد ستة شهور بنبدأ بقى نتكلم معاه خلاص هو عينه جاية مع الصوت طون صوتي سواء كان عالي أو الصوت بتاعي واطي بيبدأ يحس بي بأي صوت بسيط بيبدأ كل ملمسه يبدأ يعمل أي إيماءات متجاوب معي مظبوط متجاوب معي بكلام الاتكلم على ديني مكات البكاء لو ابن كان وهو بيعيط فتح عينه هو عايز يرضى عايز عايز يحضن الأم عشان حسب عدم الأمان لو كان مغمض عينه دايما بنقول يبقى عنده أي حاجة وظيفية سنانه واجعاه بطنه واجعاه طيب عند سنة ونص لازم نبدأ نتكلم حتى كلمة باب مام أو بابا أو ماما طبعاً دي فيه تفوت فيه لحد أربع سنين لو ابني ما قالش جملة من كلمة أو اتنين ما قالاش لحد أربع سنين بالضبط هو بس بيقول بابا ماما لسه مش بيكون جملة وارد جداً يكون أنا مش بديله الحصيلة اللغوية الكافية ليه إنه هو يكون جملة فهو غصباً عنه مش قادر يتكلم طب إيه رجع بقى تيني سنة ونص المفترض إنه هو يكلم كلمة طيب يكلم كلمتين ده كودي أكستر طيب عند سنتين ممكن يكلم برضو كلمة الفكرة اللي هو بس بيطلع صوت أنا ما قالاش أنا كده تمام بس اللي هو مش قادر يقول بابا أو أنا عايز إذن أنا أكيد مش بديله القصص بسيبه ده من سوشال ميديا أو الفيديوهات التعليمية اعتقاداً مني إن ده اللي هيديله حصيل لغوية فيبدأ يتكلم عند سنتين ونص خلاص إحنا بنتكلم كرة جملة من كلمتين أنا عايز ويبدأ يقول الحروف بشكل كويس طيب التلعصم التي قد يدوم لحد خمس سنين ما ألقش منه عشان التلعصم ده هو لسه الأحبال الصوتية مش قادر يخرج من خارج الأرفاظ بس وانس ما هو بدأ يتكلم حتى كلمة أنا مفروض مني إنه بدأ أديله السؤال والإجابة يعني أربع سنين ما ألقش بس مفروض بدأ يتكلم أدي لسه النور بيحب التفاح أو النور بيحب التفاح فساعده أدي له القصص عن الواقع اللي حواليه خاله خالته النباتات الحيوانات عشان يبدأ يتكلم إمتى يتكلم لما يبدأ ياخد حاسية لغوية طب بعض الأطفال لم يخشوا بريكي أو حضامة هو يتكلم تمام بس بيجيروا تهتها أو تلعصم في اللغة واحدة العربي أو الإنجليزي فبنسميه التلعصم تداخل اللغات هو عشان بيدي اللغتين والمخ مش قادر يتكلم اللي اتنين فبيجيلوا لغة كويس قوي واللغة التانية عنده تلعصم في الكلام فلازم أوحد ساعتها اللغة اللي يبدأ يتكلم فيها أو أدي له دروس ثقل في اللغة اللي بيجيلوا فيها تلعصم الكرام مع مرور الوقت ومع التدريبات المفروض بديله يطلع أصوات الحيوانات صوت الكلب عامل إيه صوت الفرخ عامل إيه عشان بمرن بيقى الأحبار الصوتية بديله حاجات تمرين عضلات المضغ اللي بان النفخ كل ده بيمرن الفك الصفلي فبيساعده إنه هو يتكلم بطلاقة ويطلع النفس فيه مهارات اللي حدرتك يمكن لخصتها لنا لازم تكون موجودة عن الطفل لحد خمس سنين حدرتك خلينا نقلق الحاجات اللي ممكن ما تخينيش نقلق بلاش المقارنات أرجوكو بلاش المقارنات كل طفل اللي مهارات والخاصة خلاص موسم المدارس داخل لو الأطفال كانوا موجودين دخلوا مدرسة بالفعل مش لسه أول سنة ليهم أكيد يبقى عندهم مشكلة من الصيف برضو ودخلين على مدرسة فأكيد برضو مهم إنه نتكلم معهم ونأهلهم قبلها بفترة عشان يقدروا يدخلوا السنة الدراسية الجديدة وهما مستعدين ويمكن دكتور نور كمان مشكورا الحقيقة قالنا كمان إحسن إزاي نقدر نأهل أطفالنا تبتدي سنة جديدة في المدرسة دكتور نور أسامة بشكر حضرك شكرا جزيلا عضو المجلس القومي للطفولة والأمو والاستشاري النفسي وتعديل السلوك شكرا لحضرك شكرا لك يا دكتورو